السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 3 آب أغسطس طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو في ساعات الصباح بده ينتقل لبرج الحوت يعني في عنا خلو مسار واليوم حاد جدا أيضا بالزوايا اللي بتهدد بالحوادث والمشاكل الحادة فعشان هيك بتكوت ركزه بشكل جيد طبعا القمر موجود في برج الدلو الآن ما زال موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و54 دقيقة من ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح فمعنات منشعر برضو أن بحاجة ماسل التغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي وأيضا شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين زحل وإحنا الآن في ذروة هاي الزاوية طبعا هاي الزاوية من يوم 29 سبعة أثيراتها ليوم 6 ثمانية بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة اللي بيحد من خيالنا وبيجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا وأيضا بيجيب بعض الحوادث اللي إلها علاقة بالحركة أو بالسير أو بالسيارات أو بالأشياء اللي إلها علاقة بالعصبية وتقلب المزاج السريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري هاي الزاوية من يوم 21 سبعة ليوم 13 سبعة ذروتها كانت يوم 1 ثمانية الزاوية هاي بتخلق جو من التسامح بحيث أننا منتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومنمد يد العون لإلهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وتأثيرات هي الزاوية من يوم 37 إلى يوم 17 ثمانية طبعا ذروتها يوم 9 ثمانية الساعة 11 ثمان دقائق ظهرا يتوقع لأي علاقة غرامي ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات وبرضو ممكن تخلق علاقة عاطفية بتكون لها عواقب وخيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية من يوم 28 سبعة إلى يوم 16 ثمانية طبعا ذروتها يوم 7 ثمانية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه من ميل للعيش دون مستوانة وتبذير أموالنا مننجذب للمغامرات المالية والمضاربات المالية والإسراف والرهان أو المقامرة واللي ممكن أنها تعرضنا لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة بالنفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 وبما إنها منفصلة يعني بتعطي تأثيرات قوية فبتسبب عودة وضعية أو شخص أو موضوع أو حدث قديم برجع بظهر على الساحة بيداعم من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أو اليوم قوتها أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية تقريبا مغرب يوم الجمعة يوم الخميس فعشان هيك هذه الزاوية بين القمر وبين أورانوس تأثيراتها سلبية وإحنا الآن تقريبا في يعني منقدر نقول في ذروة هاي الزاوية أو اليوم رح تكون قوتها تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية تجعلنا سريعين التأثر وعندين مغاربين الأطوار وبرضو بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة ممكن نتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية برضو تأثيراتها من الآن ومستمرة حتى مساء يوم الخميس طبعا هاي الزاوية أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بالمزاج العاطفي تحديدا وبيكون عندنا رغبات ممكن أنها تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية عشان هيك لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين بشكل كبير وبدون أن نشعر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار هو رح يبدأ زي ما حكينا يوم أمس من الساعة 9.14 دقيقة من مساء يوم الأربعة ورح يستمر لغاية الساعة 3.5 دقائق صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحوت يعني هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3.5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل ويستقر في برج الحوت عشان هيك بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشرين في غرامهم بيينزوا جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا آل التصوير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل أي زاوية تأثيراتها أو ذروتها الساعة 11 و 52 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الخميس معني تقريبا تبدأ تأثيراتها من ساعات منتصف الليل اللي هو الأربع على الخميس وبتستمر تأثيراتها حتى مساء يوم الخميس من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض الشجاع اللازمي لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية ذروتها الساعة 3 ودقيقتين عصرا من عصر اليوم الخميس بتبدأ تأثيراتها من فجر اليوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الخميس بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا إذا كنت متعب وبرضو بتعطي ضغط وزيادة احتمال تعرض البعض للحوادث من حوادث سير أو حوادث كلامية أو مشاجرات ولا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية ذروتها الساعة يعني ساعات فجر يوم الجمعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الخميس وحتى عصر يوم الجمعة منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنحضة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ ومنتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية طبعا الساعة 13 و14 دقيقة من صباح يوم الجمعة ولكن تأثراتها بتبدأ من مغرب يوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة نعمل بشكل روتيني فقط هذا التحول أيضا مضر للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا القدمان أصابع القدم الغد النخمية والغد الصنوبرية والإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدونا اللي بصير فيهم مشاكل خلال هذا اليوم وأيضا يعني نشعر بالألم أكثر من المعتاد وأيضا بصير عنا أرق وقلق وكثرة الأفكار في هاي الفترة بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا لا أنصح بالعمليات الجراحية إلا الإضطرارية وأما بالنسبة للأعضاء اللي ذكرتها فما بنصح نهائيا العمليات الجراحية لإلها بالنسبة للعمليات التجميل طبعا ما بننصح فيها نهائيا من أول ما بدأ يتراجع الزهرة ولمع أنه لا تصلح هاي الفترة للعمليات التجميل لا جراحيا ولا إشي بسيط لأنه النتائج ما رح تكون مرجوة أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فمن ساعات الصباح يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والحنة الصبغ يصلح أيضا من ساعات الصباح ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الحوت بده ينتقل ويستقر في برج الحوت والمسار القادم بيبدأ الساعة 21 دقيقة من فجر يوم السبت خمسة ثمانية وبيستمر حتى الساعة 3.19 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة أيضا من صباح يوم السبت عفوا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 17 يوم في تمام الساعة 6.11 دقيقة مساء بصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة 93% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 10% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت ورح يضل في الحوت لأيوم 5 ثمانية منتحس الآن بنسبة 100% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 75% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 60% عطارد في العذراء حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 10% الزهرة في الأسد بيتراجح حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 60% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 25% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طيب حطيته لايك وديسلايك وكومنت وشير وشغلات زي هيك وكبسته على الكبسات اللي تحت ولا ما كبسته يا ريت اللي كبس يعني قبل ما أحكي يكتب واللي أنا ذكرته يكتب واللي بدوش يكبس ما يكتبش يعني إلا إذا حاب يكتب يقول لي أنا ما بدأ كبس عادي يكتب وزي ما حكينا كبسات التشكرات والدعم ما أحد يكبس عليهم وشكرا لإلكم ولحسن الاستماع مبارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بظل النشاط الاجتماعي وعلاقاتكم بالأصدقاء وعلاقاتكم بمحيطكم هي اللي بتظلها مسيطرة على الوضع لغاية ساعات الفجر ممكن يكون في لقاء مقابلة مناسبة ولكن حدية الطبع وتقلب المزاج عندك وطاقتك بلشت تنزل لأنه في ساعات الصباح بده ينتقل القمر ويصير في بيت المتاعب إذا من ساعات الصباح وما بعد بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة طبعا هاي أضعف أيام الشهر وأقلها حظا فما تراهن على الحضوض أبدا خلال الأيام القادمة ولا تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب تتوقع أن يكون فيه نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل الاهتمام على مستوى العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين ومحاولة إنجاز بعض الأعمال القائمة أو الأشياء اللي أنت مستمر بتقديمها أما يعني من الآن لغاية ساعات الفجر ممكن تهتم بأمور أو لغاية ساعات الصباح تقريبا تقديم طلبات عمل أو مقابلات أو مراسلات ولكن بدون مخالفة القوانين وبدون أي مجازفات أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت العلاقات الاجتماعية فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون ما بينك وبين أصدقائكم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم وبتقدر تطلب المساعدة من أي شخص تعرفك هواسطة أو نوع من أنواع الدعم وما تتردد أيضا بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بظل عندكم نشاط على مستوى الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب والبحث عن مواضيع علمية أو فلسفية أو دينية ولكن قدر الإمكان اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يبدو يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وبرضو ينتبه أثناء حركته وقياة للسيارات في الشوارع المفتوحة واللي عنده سفر يتفقد أمتعته أيضا بشكل جيد أما من ساعات الصباح وما بعد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم مش أنك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية هاي فترة يعني فيها بعض الصعوبة فحاول أنك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ضائر حضل من الآن ولغاية ساعات الصباح التركيز على الأموال المشتركة تتفحص حساب، فوتير، دفعات، التزامات أشياء مؤرقة بالنسبة لإلك على المستوى المالي صحيح إنه في بعض موليد برج السرطان ممكن يحصلوا على بعض المكاسب ولكن المصريف عالية وإحذروا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما من ساعات الصباح فهونا بتبدأوا فترة جديدة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن شيء جديد عاطفياً أو لأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو تعزيز العلاقات مع الأجانب وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأضواء مسلطة عليكم فبتكوا تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جداً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً من الآن ولغاية ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً فعشان هيك الفترة جيدة لتعزيز والتقارب ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفة أو الحوار والنقاش والمصالحة ولكن احذر أنك تفقد سيطرتك على أعصابك لأن الأجواء مشحونة وطاقتك ضعيفة وأي شيء ممكن أنه يستفزك خلال هذا اليوم ويقلب مزاجك أو يقلب مزاجك فحاذر من الانفعال أما من ساعات الصباح القمر بصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية وإنتوا بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعلجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنه ما تتدمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن بده يبدأ بمرحل المقابلة طاقتكم بدأت تنزل شوي شوي فعشان هيك من الآن والغاية ساعات الصباح بدكوا تواصلوا أعمالكم بشكل روتيني الأعمال المعتادين عليها وتنجزوا وتواصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد وبرضو أهم شيء تنتبهوا لصحتكم من التقلبات الصحية أما من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما فبتترك جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة لاتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة أو تعزيز العلاقة معهم أو مصالحة ولكنها برضو فترة صعبة لأن القمر مقابلك طاقتك ضعيفة فممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواعها وتعتبر هذه الفترة من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم وتجاوب معهم ولكن بظل في نوع من أنواع الحدية بالجو وخصوصاً أن القمر بيجهز حال للانتقال وعندنا قلو مسار فعشان هيك ما تبالغ بحضوظك وانتبه من تقلب المزاج والعصبية وردات الفعل مع الأحبة مع الأبنى مع الأحبة مع الآبة فدير بالك من الانفعلات ممكن اليوم تهتم بصحة أحد الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا بيبدأ العمل بتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ولكن ممكن تشتكوا من الإرهاخ بسبب كثرة الضغوط لا تأجلوا عملكم ولا تضيعوا الوقت راعوا ظروفكم الصحية وأطلبوا المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا أهم إشي أنك تهتم بسلامتك الجسدية بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تتجنب ويدخل أي تغيير جذري على مسكنكم لأنه بنا نبلش في فترة خلوم مسار ممكن تهتموا ببعض الأعطال أو الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة من أحداث أو بتخص أثاث البيت أو المنزل نفسه أو تصليحات ترميمات أعطال أحداث إلها علاقة بالبيت يعني الأجواء كلها إلها علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهون بتبدأوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني ولكن ما تبالغ بملذاتك بدعوك للإبكار وإلى النشاط وعدم التلكر حضر بشكل جيد لعملك ولا ترتجل أي عمل ممكن اليوم تبدأ مشروع جديد أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة يعني في أجواء إيجابية دعملة إلك ولكن ممكن تهتم بموضوع بتعلق في أحد الأبناء أو أحد الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل في نشاط عالي جدا بالاتصالات والحركة والحوار والنقاش ولكن زي ما حكينا لا تفقد السيطرة على عصابك وعصبيتك وتتهور أثناء قيادتك للسيارات وما تعتمد على الحضوظ نهائيا اليوم بظل في أجواء ضاغطة بالنسبة لإلك على هذا المستوى وممكن يكون في أعطال على مستوى السيارات والأجهزة الإلكترونية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز بصير إلو علاقة بالبيت فبوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد وبرضو بشجعك القمر على تكرار المحاولات في بعض الأوقات بترتفع شوي نسبة المخاطر على مستوى البيت والعائلة اللي بتيجي على شكل أحداث أو عصبية أو مواضيع أو أعطال ممكن إنها هي اللي توترك وشوي تخليك تخرج عن طورك اضبط عصابك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ديروا بالك على أموالكم احذروا من المحتالين والنصابين والمغامرات المالية لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من نفقاتكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبتعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ولكن لا تعتمدوا على الحضوض بدك تدرس وتستعد بشكل جيد على مستوى التنقلات احذر أثناء حركتك وأثناء حواراتك وأثناء تنقلاتك بالسيارات من الإصابات والحوادث والمفاجآت ابتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنتوا عندكم نشاط عالي جدا اليوم بزيد أكثر فأكثر ولكن تقلوا بالمزاج والعصبية أو الإحباط أو الاكتئاب ما زال مسيطر حاولوا أنكم ما تبادروا بعمل جديد بل واصلوا بالأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وحاول زي ما حكينا ضبط النفس أما من ساعات الصباح فهنا التركيز بيصير على الأمور المالية فممكن تحصلوا على مبالغ من المال تدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو يسترد بعض الأموال أو بعض الفوتير ولكن بدكوا تحذروا من المصاريف للزيادة وأيضا بدكوا تحذروا من النصابين والمحتالين حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل للتحسين وضعك المالي تستعيد ثقتك بنفسك ولكن زي ما حكينا حاذر من الأمور اللي نبهنا عليها لأنه ممكن برضو اليوم تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لأنه القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح حاول أنك ما تنشط بأي أمر ما تتخل قرارات حاسمة لغاية ساعات الصباح اعمل بشكل روتيني انتبه لصحتك انتبه لقراراتك وردات فعلك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا تبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم وبتعزز معنوياتكم من جديد وبتتحمس للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة وتعتبر فترة إيجابية دعملة إليك إلا أنه إذا سيطر عليك الاكتئاب وتقلب المزاج معناته فترة سلبية جدا نعتبرها طيب اللي وصل معنا لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو كبس على الكبسات اللي تحت وتكبسوش على كبسات الدعم لا تشكرات ولا انتساب ولا الأشياء هاي ولكن يعني حط اللايك أو الديس لايك كومنت شير مير فير بس وانتو بتعرفوا الباقي يعني خلص إلعبوا إلعبوا على الكبسات اللي تحت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة